بسم الله الرحمن الرحيم برحب بكم معاكم أحمد عبد الله والحلقة الرابعة من بحر الرمال سختيام ساس بنتة جوبتر شالي سيوة كل دي الأسماء قديما بواحد سيوة الهدف بردك من المرة في كل مرة من البرنامج الهدف من كل مرة في البرنامج أن دخول سيوة موسوعة جنس الأرقام القياسية يرجح البعض أن اسم كلمة سختيام وهي أرض النخيل أو يعود الاسم القديم إلى ساس وسميت الواحة قديما بأسماء عديدة منها بنتة وقد وجد هذا الاسم في النصوص المدونة في معبد أدفو وسميت الواحة بواحد أمون في عهد البطالمة ده تاريخ وسميت جوبتر أمون وعرفها العرب باسم الواحة الأقصى وهو الاسم الذي ورد في خطة المقريزي في حين أشار إليها ابن خلدون باسم تنسوة وهو اسم لفرع قبائل أزانتنا في شمال أفريقيا كما أشار إليها الإدريسي باسم سنتريا وقال إنها يسكن قوم خليط من الأمازيغ والبدو ده بعض الأسماء اللي وردت على الواحة طيب فرق عندنا شالي سيوة علشان تعرفوا سيوة سيوة دي أفضل واحة على مستوى العالم وأنا بسميها أم الواحات المصرية هي مش واحة بس ذاتة تاريخ أو صلة أو معابد لا هي أم الواحات المصرية ولذلك حلقة النهاردة في موضوع برضك الدفن بالرمال إزاي حضرتك ممكن تبقى مرشح ليه عملية الدفن بالرمال أو ما ينفعش حضرتك تاعد موضوع الدفن بالرمال كان شاغل رأي أو الرأي العام بتاع ناس كتيرة جدا اللي أنا عايز أقوله لحضرتكم إن موضوع الدفن بالرمال ده بدون أي أقراص بدون أي أعراض جانبية بدون أي أدوية هو استخدام الرمال الساخنة في عملية الاستشفاء واسترخاء العضلات واستخراج السموم كاملة من الجسم عن طريق إذابت الدهون والسموم من الكلا والكبد طيب نقوله واحد عمل عملية بقى له سنة تقريبا ما ينفعش يجي حالات الحم ما ينفعش يجي لسه في مرحلة الرضاعة ما ينفعش تيجي وضعك الجسماني وضعك الجسماني تعدت عليك مثلا عمليات كتيرة ما ينفعش تيجي عملية الدفن دي بتتم من 15-6 لـ 15-9 عندنا أماكن كتير في عملية الدفن بالرمال ولذلك درجة الحرارة في واحد سيوة بتتعدى ما بين الأربعين وبعض الأيام كمان 45 يعني درجة الحرارة ديت ممكن تسبب لك إجهاد حراري لو وضعك الجسماني مش كويس أو روح تدفنت عند حد مش من واحد سيوة مش متخصص ولذلك سيوة بتفتخر ولتزال بتفتخر برجاله في السياحة والسياحة العلاجية واللي احنا عايزين نقوله ان انت عشان تدفن مش معنى ان حضرتك تروح تدفن هتخلص من عملية الدفن هتخلص انت كده عملية الشفاء تمت لا اللي حضرتك هتعمله بمعنى مش معنى ان حضرتك هتدفن يعني هتخلص تقول لا انا ظهري دلوقتي بقيت كويس انا جسمي دوت ما حستش باي عرض انا ما تحستش باي تحسن لا يا جماعة عملية الدفن بالرمال اللي حضرتك هتعمله هيبنى تكتو معاك من 8 ل 12 اسبوع او في فترة 90 يوم وهو تغيير الخلايا بالجسم مش معنى ان حضرتك تدفن لا ولذلك عملية الدفن النتيجة بتاعتها بتبان من شهر لشهرين لتلاتة وممكن يبقى من حسن حظك تتتم العملية بصورة فورية ويباني النتيجة بس حضرتك ما ينفعش تحط في مقياس ان النتيجة هتباني في عملية الدفن بمعنى يعني ممكن هيجي بعض الناس ممكن نرشحوله الدفن لغاية السرة النص بدون خيمة وبدون الدفن لحد الرقبة هيجي حالة تاني الدفن لحد الرقبة بس ما ينفعش يدخل الخيمة هيجي واحد عاوز يدفن بصورة كاملة بس وضعك الجسماني لا يسمح وكل المتخصصين قالوا لك لا يا فندم حضرتك هتردم النص دي نقطة النقطة التانية ان الشمس في الواحة لها مواعيد ومقاييس معينة في عملية الدفن بمعنى يعني ممكن هيجي النهاردة عملية الدفن تتم الساعة 12 زهرا هيجي يوم تاني تتم الساعة 2 زهرا هيجي يوم تالت هتتم بعد العصر انتوا متخيلين فرق التوقيتات من يوم للتاني ولذلك منقوله للناس ان عملية الدفن مرتبطة بوضعك الجسماني وبدرجات الحرارة والشمس وهو ده اللي وصلنا لتسنة الثالثة اول ربع على واحد سيوة سفر اعراض جانبية وسفر حالات وفاة طيب يجي واحد يا استاذ احمد طيب انا عايز اروح افضل منطقة في عملية الدفن بالرمال انا عايز اروح مكان كويس يتم الدفن بي انا مش عاوز حد يضحك علي او مش عاوز حد يستغلني اللي انا عايز اقول لحضرتك ان عملية الدفن بالرمال دي في الواحة في اسماء معينة هي دي المتخصصة في الدفن بالرمال من الاف السنين بس النهاردة انا مش عاوز اقول مين اول واحد عمل عملية الدفن بالرمال هو رحمة الله عليه الحج سطوحي الحج سطوحي دوت اول مكان او مركز استشفائي في واحد سيوة بعدين الحج ابو القاسم الشرايك او الحج عبد الرحمن الشرايك في ابنه رحمة الله عليه وبعدين الواحي ابو القاسم الواحي او الحج الشريف او السنوس الواحي او مردم حياه او الكاسح الكامب كامب الكاسح ده على فكرة كامب ومردم في نفس الوقت يعني ممكن تروح له سيفا وشتاءا او من نظر الجميلة بتاعته كويسة جدا بعض المناطق بس في نقطة ان حضرتك اول ما تنزل قولنا بريتوكولك في عملية الدفن مش اقل من سبع ايام بمعنى السبع ايام دولت اول يومين هتروح العيون الكابرتية البحيرات الملح الرمال طيب هناخدوها واحدة واحدة اول ما هتنزل لازم تلبس ملابس قطنية وضعك الجثمان كويس تتماشى قبل اتعامد الشمس وانتقال عشوز على سنطقة السلبية والكعربة الزيادة هتدخل بحيرات الملح يفضل تنزل بملابس قطنية عشان لما تطلع كلوريد السوديوم دوت لما بيتم ان هو بيتفاعل ده بيعمل تفاعل مع بشرة الجلد وبيساعد ان هو بيموت كل الميكروبات او الطبقات الموجودة على طبقة الجلد هتخلص خلي هدومك زي مهاي روح العيون الكابريتية العين الكابريتية ديت فيها فوق 18 منتج تعريبا ناشا ومنقوله في كل مرة ان احنا لنا قادة ولينا كبار والناس الكبيرة بتاعتنا معانا الشيخ عمر راجح من افضل الشخصيات الموجودة في سيوى طبعا وانا باعتبره عن المستوى الشخصي ده قدوتي وده يعتبر المربيني اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ عمر اهلا بيك يا سيد احمد اهلا بيك يا سيد احمد اتشرفت بحضرتك يا فاندم وباتصال معليك ربنا يخليك وبرنامجك برنامج جميل جدا وقناه جميلة الصحة والجمال وانا كتدي ضوء على واحد سيوى وعلى الدفن بالرمال والعلاج اللي احنا الطبيعي اللي احنا بنعالجه في سيوى ده المفروض الناس كلها ترجع للعلاج الطبيعي للة احسن من اللاج الكيموية يعني احسن بكتير من اللاج الكيموية مزبوط اي فاندم احنا بنتكلم على الدفن بالرمال أي الدفن بالرمال مش بيعالج بس الرطوبة والكلام اللي الناس بتقولوا لكن بيعالج حاجات كتيرة جدا أي منها التكييسات اللي بتبقى في الرحم أو التكييسات اللي بتبقى في أي مكان أو تخفيف الوزن كل ده بيساعدوا الدخن بالرمال لكن اللي بيعمل الدخن بالرمال لازم يتبع التعليمات اللي احنا تورصناها من الأجداد بدقة كبيرة علشان المخلفة فيها أحيانا بتجدي أعراض جانبية مش ظريفة ثانيا اللي بيعمل الردم لازم يبقى فيه دكتور خاصة لأمراض القلب أو الأمراض المزمنة لازم يبقى فيه دكتور أو ممرض يتابع حالته والضغط بتاعه ونسبة السكر يعني يشوف حالته الصحية وبعد كده يخش على الرملة لأن الرملة درجة حرارة عالية فده بيدي يعني ردة فعل الجسم ردة فعل الجسم أنا بتشرف حضرتك يا شيخ عمر أولا في الحلقة الرابعة من برنامج بحر الرمال وحضرتك قدوتنا في الشباب أو القدوة في دور المرأة أو قدوة في دور الناس الكبيرة وحضرتك طبعا كبرنا ولذلك يعني نفسك إيه يا شيخنا يبقى موجود في سيوى وحضرتك بيتتمنى للوع ربنا يبارك فيك سيد أحمد إحنا طبعا سيوى القيادة السياسية مدية ضوء كبير لسيوى دلوقتي في مشكلة حل مشكلة السرط الزراعي والشبكة السرط الصحي الجديد التي تعملت سيوى وبالنسبة للردم لو أخدناه بالطرق العلمية يكون أفضل لأننا نسمع مثلا أن أثناء الردم ما فيش استحمان بالمية ما فيش بعد الردم لتالي تيام ما فيش استحمان بالرملة فيه ناس ما بتحتحملش ده مزبوط فإيه البدائل؟ إيه البدائل علميا لو استحميت مثلا بمية سخنة بالليل وبتعرضش للهوى ونشفت جسمي كويس ونمت هل ده يأثر في الدفن ولا لأ؟ أيوه هل لما أعمل المساج اللي بيعملوه بزيت الزيتون والخل وكده بيعملوه على الجسم أيوه هل لو خليته في الجسم 24 ساعة واستحميت بعديها هل له تأثير ولا لأ؟ فدي أضواء يعني يدهلنا المتخصصين لأننا ده علاج تورسناه قديما بنفس الشكل كده وإحنا بنطبقه دلوقتي مزبوط يا فاند رب نخليك الكثير الله يخليك تتمنى إيه في سيوى شيخ عمر يبقى موجود نفسك فيه فاندن؟ أتمنى إن الشباب اللي زي حضرتك وأمثالك يعني نلقوا عليهم الضوء ونشوفهم باللي أنت بتعمله ده إن سيوى كنز مدفون ممكن يعني العالم يعرف سيوى لكن المصريين ما يعرفوش واحد سيوى صحيح بسيوى فيه تراث مادي وفيه تراث لا مادي تمام التراث اللي مادي احنا اشتغلنا فيه في أواخر التسعينات وجمعنا كل التراث اللي مادي اللي هو الحكاية والقصة والشعر واللغة والعادات والتقاليد والحرف النساء وكل التراث الغير ملموس أيضا وفي التراث المادي اشتغلنا في منطقة واحدة بس اللي هي قلعة شالي مع الاتحاد الأوروبي وترميم قلعة شالي وتهيئها لإستار الزوار وأجيال بتاعت سيوى تشوف أجدادهم كانوا عايشين إزاي أتمنى أن ناخدوا ميدان السوق ده برضو بنفس الستايل بالتنسيق الحضاري علشان يبقى برضو شكل يدي مع القلعة شكل سيوى اللي هي نموذج للتراث في مصر كلها الله يخليك يا شيخ عمر وأنا بوجد لحضرتك يا فندم دعوة إن شاء الله تشرفنا في الحلقة قادمة تبقى ضيفنا يا فندم وده شرف لي على فكرة وشرف للواحد كلها دايس عدني وأنا يعني أتشرف بالبرنامج بتاعك وبالقناه الجميلة اللي بتأدي رسالة فعلا تفيد الناس كلها شكرا لحضرتك يا شيخ عمر وشكرا جدا لوقت معليك يا فندم شكرا يا فندم الله يخليك الله يبعيك تمام ودلوقتي كان معانا الشيخ عمر ده من أفضل الشخصيات عندنا طبعا شخصيات كتيرة بس الشخصية دي لها أثر في قلبي بمعنى يعني في يوم عدت معلت له يا شيخ عمر حتى التراث إيه هو التراث قال لي اللغة بالفعل هي اللغة طيب إيه لغتكم يا أحمد مثلا هنقوله جلان أخ دي كلامنا شالن أخ بلدنا أتشو كل اتش كل مثلا كلمات كتيرة مثلا أتشو الأكل مثلا تلتشا بنت تلتي ست أدرار جبل اتفكت شمس تحبا مثلا حبوب الرز الحاجات دي كلها يعني مثلا عندنا قد الحبوب ده ده رمز الحياة الشمس الأمر الهلال الشمس اتفكت وديت يعني على قد ما تقدروا دي كانت لغتنا ودي المطرزة ودي المطرزة في التفاصيل بتاعتنا يعني ممكن واحدة يجيب مثلا نوع من اسمات رقعت أو نشريح هتلاقي التفاصيل دي دي كانت تراثنا وده لغتنا اللي احنا بنفتخروا بيها ودي كتابات بتاعتنا ما قبل القراءة يعني احنا نقولنا في كل مرة ما عندناش فرصة للتواصل مع العالم فازاي كنا بنتواصل مع بعض يعني ممكن تلاقي نوع من الاسماء أو نوع من الكلمات بتعبر يعني الكبش ده القوة السور الطائر طائر السنونه طائر السنونه دوت من افضل الطائر اللي موجود في الواحة الرسمات دي كلها بتعبر مثلا يعني عندنا الرجل الامازيغي الرجل الامازيغي ده الحرية والقوة المرأة الخصوبة النعومة الأسرة كل ديت كانت كلمات بتعبر عن تراثنا الكلمات دي دي أساسها هتلاقيها الكلمات دي موجودة في تراثنا في النقوشات بتاعتنا في ملابسنا في ملابس المرأة السوية خاصة دي اللي بتعبر عن مثلا دورها في الأهمية وهي دي ممكن الناس ما شافتش الحاجات دي قبل كده بس احنا كبرنامج بحر رمال عايزين نقدمه لحضراتكم أفضل شيء أفضل شيء في التراث أفضل شيء على يعني في كل مرة حاجة تعبر عن واحدة جميلة حاجة تعبر عن أسامينا حاجة تعبر عن تراثنا حاجة تعبر عن تراثنا وزي ما قال الشيخ عمر وسطنا دايما معاه وإن شاء الله هيزورنا في حلقات إن شاء الله الكلمات والتراث دا دا اللي احنا محتفظين به احنا مش محتفظين بمال ولا جاه ولا لا بالعكس احنا التراث دا هو دا مالنا هو دا جهنا هو دا تارخنا اللي احنا افتخرنا به وسنظل إن احنا الرب أولدنا على كده زي ما ربونا أهلينا تمام دي سوى الأديمة قديما دا الله يرحمه الشيخ فتح كيلاني والأستاذ سليمان عبد الله دا من قدوتنا على فكرة رحمة الله عليهم وبدعوكم إن انتوا تترحموا عليهم لأن دول قدوة من قدوتنا ممكن معلش الكاميرا ترجعني تاني للشيخ فتح كيلاني والأستاذ سليمان عبد الله الشخصيتين دول يا جماعة هم دولة يعني فخر السيوى رحمة الله عليهم هم دول أساس الوحى هم دول اللي قدموا الشباب بالقضوة هم دول اللي سعدوا الوحى بأقل الإمكانيات وبأكتر إمكانيات إن كان حتى مديا من عندهم معنويا نفسيا سعدوهم كتير أنا دا بشكرهم من مكاني نووت كبرنامج بحر رمال وبصلط الدوق عليهم إن على قد ما تقدروا إحنا عندنا قدوات كتيرة عندنا ناس قدمت للوحى دية مش قدمت حتى مالها قدمت أروحها مش عشان للوحى عشان مصر عشان مصر دي دي أم الدنيا ولذلك إحنا من أم الدنيا ولينا أمازيغ إن إحنا اسمنا أمازيغ مصر إحنا بنفتخروا إن إحنا من أمازيغ مصر وبالعكس إحنا دي حاجة اسمها بير واحد بير واحد ديت بتبعد ما بين 20 كيلو ودي رحلات الجمال اللي موجودة في الوحى ولذلك منقوله في كل مرة لازم متخصص حتى لو مش في السياحة العلاجية يفضل كمان يبقى في السياحة إن هو يرشل حضرتك ده جبل الدكرور ومن مسجد العتيق في واحد سيوة ودي إحدى رشوميات بعض فناننا على قد ما نقدروا الحاجات دي اللي ما تتطورش ليه ما نسعدوش الناس إنها يتطوروا ليه ما نسعدهمش إن هما يوصلوا التراث لألاف السنين يعني تراثنا ده موجود من ألاف السنين وعلى قد ما نقدروا إن السياحة أو السياحة العلاجية النقطة دي ده قط الصحراء النوع القط ده من أنواع ندرة جدا في الصحراء الغربية وموجود وده اللي بيأكل الطريشة الطريشة دي نوع من السعبين موجود في الصحراء شديد السمية على فكرة الأنواع دي متواجدة في الصحراء ولذلك دي مثلا رحلات السفاري أنتوا متخيلين المناظر الجميلة دي أنتوا متخيلين كنوزنا ده طبعا قط الصحراء القط دوت من أغلى أنواع القطة وعلى فكرة مهدد بالانقراض ودوت يعني له دور إيجابي زمان في العلاج للعلم ممكن ياخد الكبت بتاعه ياخد رأسه ياخد مخه في العلاج للعلم ممكن بعض الناس تستغرب إيه الطرق البداية دي اللي أنا عايز أقول حضرتك النهاية دي ده تاريخنا إحنا أمازيغ ولذلك كل مرة يجي واحد آه أمازيغ آه أمازيغ إحنا الأمازيغ قدمنا منتجات إحنا الأمازيغ إحنا بوابة مصر الغربية إحنا الأمازيغ حفظنا على حدود مصر من آلاف السنين إحنا الأمازيغ سعدنا في تجارة الملح إحنا الأمازيغ عشنا وتعايشنا بكل تفاهم مع الدول الأخرى والشعوب الأخرى عشنا بالتفاعل مع مصر وكنوزنا يعني بعض الكنوز يقول لي إيه كنوزكم إحنا كنوزنا كتيرة إحنا كنوزنا مواردنا إحنا كنوزنا في ناسنا كنوزنا في أهلينا كنوزنا في ترسنا كنوزنا أنا مهما أقول لي يا جماعة من هنا البكرة كنوز وحادثي واسدوني ما أنا مش هوفي الواحة الصغيرة دي بحقه وعلى قد ما نقدره منقوله في كل مرة إن شاء الله الحلقة الرابعة ورمضان كل سنة وحضراتكم طيبين نقرب عليكم ولذلك منوصل الناس إن ساعة الأفطار يبقى عندكم تمر حبيت تهدي تمر حبيت تروح تزور واحد مريض خد له شوية تمر حبيت تزور واحد صاحبك بعض الناس لما تروح تخطب وقالكم مبروك أو تروح تتجوز أو تروح تهادي بدل ما تاخد علبة الشوكولت خد له علبة تمر دلوقتي أنواع التمور عندنا للعالم متطورة جدا واخد مراكز أولى على مستوى العالم في المنتج وكيفية تصنيعه ولينا حلقات تاني في كيفية تصنيع المنتجات دي وإن شاء الله هنجيبوا بعض الناس في تصنيع المنتجات والتمور ودي حلقات إن شاء الله جاية كتير بمعنى عندنا زهرة الجوهرة عندنا النجمة للتمور عندنا زيت الزتون عندنا الملوخية النعناع زيت الزتون الزتون بلح محشي لوز بلح محشي شكولاتة بلح محشي فانيليا بلح بالشوكولاتة البيضة بلح بالمانجا كل ده هتلاقيها ما بين نجمة سيوة المركز الأول في التمور 2022 وزهرة الجوهرة المركز الثاني في سنة من السنين أخرت المركز الأول ولذلك التطور في المنتجات ده مش بس يعني اللي أنا عايز أقول لحضراتكم إن التنافس ما بين المنتجات دوت إحنا بيبقى عندنا المنافسة بتبقى شريفة جدا التنافس ما بين المنتجات دوت بين نفسه أيهما أفضل أيهما أفضل في التزوغ أيهما أفضل في المزاق ولذلك موسوعة جنس الأرقام القياسية مش بس حتى في السياحة العلاجية ليه كمان ما تبقاش في التمور ليه كمان ما تبقاش في الرحلات ليه ما تبقاش كمان في المعالم ليه ما تبقاش كمان في التراث ليه ما تبقاش كمان في الأشخاص ولذلك منقولها أن نطمحنا في حلقات البرنامج أن سيوة تأخذ موسوعة جينيس الأرقام القياسية لأمن مكان سياة علاجية ولذلك احنا في كل مرة منلقوا الضوء على المرأة ولذلك عشان بس الناس ما تفتكرناش إن احنا بعيد أنا بنعزم المطربة ساندي والأستاذة الكبيرة مننا فضالي وأفضل يعني أتمنى أشوفهم بإزاي السيوة ده حلمي إن شاء الله وحلمي إن حضراتكم تستجيبوا لدعوة برنامج بحر رمال من واحد سيوة تتواصلوا معنا والرحلة دي مقدمة خالصة من برنامج بحر الرمال وإن شاء الله استنونا ده الموسم الأول من بحر الرمال واستنونا في مواسم إن شاء الله جاية كثيرة من بحر الرمال كان معكم أحمد عبدالله متخصص السياحة لألاجية بواحد سيوة وعضو جمعية أبناء سيوة للحفاظ على السياحة وفي كل مرة حتى لا ننسى أول واحد أقدم لموسوعة جينيس أحمد عبدالله عن واحد سيوة ولذلك أتمنى في يوم الأيام يبقى الموسم الثاني أكون أنا شايلها وبوريها لحضراتكم وشكرا جدا لحضراتكم ومتابعتكم لينا في بحر الرمال كان معاكم أحمد عبدالله شكرا جدا شكرا جدا لاهتمامكم سلام عليكم شكرا جدا لكم